ماريبال عم نشوف بالقونة الأخيرة في عدد من النساء عم بيخضع لعلاج السلوليت وهالعلاج أكيد عم بيكون فيه مكنات مخصصة لهذا الموضوع ولكن الإنسان عم بيخضع لها التقانية هل من المفترض أنه يبتعد عن أنواع مأكلات معينة لأنه بيرجع جسمه من جديد بيخزن وبيظهر من جديد كمان السلوليت؟ أكيد تطورت كتير المكنات اللي بتشيل السلوليت وبتخفف منها ولكن قد ما تطور إذا ما كان الشخص عم بنتبه على نظامه الغذائي كل شي عم بيعمله بدي يكون عم بيروح حادعان أهم الشي بالمأكلات اللي بدنا نبتعد عنه نكون عم نبتعد عن كل شي قلي كل شي فيه كمية عالية من الدهون المهدرجة يعني بسكويت شوكولات حتى ويفر حتى لو شي صغير يكون عم بيبتعد عنه المأكلات اللي فيها كتير دهون مثل الفاست فود يعني بيرجر بيتزا حتى لو صاندش من بره ولو قلولنا مشوي يمكن يكون الجريل كلها زيت فمهم ينتبهوا على الأكل من بره كتير العصائر اللي فيها كمية كتير عالية من السكر أيضا بتأثر بطريقة غير مباشرة هيدو اللي هنا بشكل عام ومهم ننتبه على شو عم نشرب إشياء يمكن عم نشرب مثلا القهوة اللي فيها كتير كريمة وحليب وسكر هيدا الشي كتير بيأثر دي سألك عم موضوع القهوة عم بيقولوا أنه القهوة لازم يكون فيه فنجان أو فنجانان بنهار لأنه هيدا الأمر كمان معقولي يسي فيه احتباس الماء بالجسم ونتيجة بتكون الساوليد شو صحة هالحكي؟ مضبوط الكافيين الموجودة بالقهوة أو ببعض العصائر التانية مثل الشاي الأسود، السوفت درينكس هيدا الشي كتير بيحبس ماء بالجسم إذا كنا عم نتناول كمية عالية من الكافيين خاصة إذا ما كنا عم نتناول مقابلة كمية عالية من الماء مش بس عم نحكي عن الكافيين أيضا الكمية العالية من الملح بتأثر على احتباس الماء بالجسم وبالتالي بتأثر على مشكة الساوليد مأنه عم تحكي حضرتك عن الملح قديش نسبة الملح يلي ممكن المرأة تتناولها؟ بالنسبة للملح نحن المرأة بيطلالها 2.5 جرامات سوديوم ما يعادل 6 جرامات ملح ماكسيموم بالنهار شرط أنه تكون مقابلون عم تشرب كمية عالية من الماء مش أنه نكون عم ناخد سك ملح القدي وما نشرب ماء مقابلون طب بخصوص الماء هل لازم يكون لترين أو كل ما زدنا عن اللترين هيدا الأمر عم يفيد أكتر؟ أكيد فينا نزيد أكتر اللترين هو المينموم الماء نحن لازم ناخده حسب قديل كالوريز عم ناخد بنهارنا بس بشكل عام عند المرأة من 1.5 ل 2 لتر مية يوميا نكون عم ناخدهم في ناس ما بتحب الماء فينا نكون عم مساء عم نحط حامض ونعنع بقلبها فناخدهم شاي أخضر فينا نكون عم ناخد شربات اسم الشربات الكريمة أو الشربات الجاهزة فينا نكون عم ناخد الماء بطريقة غير مباشرة للأشخاص اللي ما بيحبوا ياخدوا ماء أبدا في أشخاص عندهم إدمان على الكربوهيدرات الرز والمعكرونة وهو دلأمور اليوم شو بتقيلة للمرأة دبت بحق إلا تاكل بالأسبوع هالأنواع كل شخص أكيد حسب قديل هو بيحرق كالوريز بنهار قديل هي بحاجة تكون عم تاخد إذا ما عنا مشاكل صحية معينة بتلزمنا إنه ما نكون عم ناخد ولكن عادة نحن بنعطي نصف الكالوريز دهية بحاجة إلا تكون مصدرة النشويات شرط إنه تكون نشويات أمحة كاملة ريز بطاطا درع معكرونة على كل نهارنا تكون مقصمين يعني ما فينا نقول هي هالأدة بيطلع لعالأد لأنه حسب قديل كالوريز ولكن إذا مثلا عندها ألف كالوري لتسايب نهارة خمسمائة كالوريز منهم مهم تكون عم تجي من النشويات لأن الأمرأة العادية ما عندها أبدا مشاكل صحية في أشخاص بيصيروا عن موضوع البوبكورن هل البوبكورن كمانا بيقدي لإحتباس الماء بالجسم وظهور السيوليد بخاصة إنه عم تحطي له ملح وفيه دهون كمانا عم تستعمل؟ إذا عم نعمر البوبكورن بالبيت مع شوي ملح بالطنجرة وبلا مع شوي زيت بالطنجرة وبلا ملح أبدا هذا الشي ما رح يقدي لإحتباس الماء أبدا ولكن كمية الملح العالية هي اللي حتأثر على هذا الشي ومهم إنه نذكر إنه هو البوبكورن من السناكات الكتير صحية إذا عم نعمله بالبيت لأنه تقريبا كثلات أكواب لا يوازوا أبعد خبز صغيرة يعني فيها نكون عم ناكل كمية ونشبه وأكيد أفضل منه لأنه لا مشة تشيبس اللي فيه كتير سكر أو بزرات أو البزر المملح طيب اليوم شو نصيح اللي ممكن تعطيها للمرأة يلي عم جرب تحافظ على جسمها من خلال تخلص مشكلة السلوليد لكل النساء اللي عم بيعملوا تريتمنت معين للسلوليد أو مشكلتهم الأساسية السلوليد بجسمهم أهم نقطة نكون عم نشرب كمية عالية كتير من الماء نبتعد عن مثل ما قلنا عن الدهون الكتير عالية فيها نكون عم ناخد إذا ما بدنا نضعف لأنه فيه الشي فيه كتير كالوريز أهم شي ناخد الأصص الغنية بالأوميغا 3 والأوميغا 6 عم نحكي عن الزيتون زيت الزيتون فيها ناخد السومو ومثلا البزر ولكن غير مملح مثل ما سبقوا قلنا مهم كتير ناخد الخضار خاصة الخضار اللون ورقتها أخضر الجوز واللوس كمانا كتير مهم أنه تاخدهم المرأة يلي بتعاني من مشكلة سلية وعم تعمل تريتمنت لألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر